تجارة دخلت كل العوالم وكل المناحي وكل الأماكن في تجار بتاجروا بالثقافة مثل ما في تجار بتاجروا بالدين مثل ما في تجار بتاجروا بالأخلاق وبالأرواح في ناس تجارتها القتل في ناس تجارتها زرع الورد في ناس تجارتها انتاج ما هو مفيد للبشرية فالتجار هنه اللي كتير من الأحيان بسيقوا حتى للمبادئ وبتاجروا فيها فممكن أنه يقدموا أعمال ما بتفيد بس بالنتيجة لا يصح إلا الصحيح ويبقى الخير ويزول الشر دوما المشاهد العربي بحاجة لصدق بحاجة لتقديم ما هو جدير بالاحترام وما هو يهمه المشاهد العربي بحاجة أنه نحكي معه بعقلانية أكثر وبحب أكثر ونهتم بمشاكل وقضايا أكثر مشاهد العربي مشاهد طيب ولطيف وبريء ومخلص بيحترم وبيقدر بس إذا كان في خلل ما بين الدراما وما بين المشاهد فالخلل بالدراما مو بالمشاهد بلعام يشتغلوا دراما الخلل فينا فاجأني قضية كتير مهمة وتستحق الدراسة أنه في ناس رغم بعدون عن الوطن رغم أنه في منهم ولد هون وما بيعرف الوطن العربي إلا أنه عربي أصيل وكل أنسجته وكل دمه يجري في وطنه وبلده ناس محبين ناس مخلصين قدروا أنه يعيشوا بعيدين بالغربة ولكن تجاوزوا قدرهم وظلوا ملتصقين بجذورهم حتى وإن كانت مقريبة بعيدة عن يعني جذور أبوه أو جده ما شاء الله ما بينقصهم أبدا أبدا بالعكس نتعلم منهم حب الوطن ونتعلمنا منهم الإخلاص ولو عن بعد نحن هلأ عم نحضر أولا لجزء الخامس بباب الحارة إن شاء الله بدو يتم تصويره بشهر شباط وبدو ينعارض إن شاء الله برمضان وفي مشروع تاني إلى جانب باب الحارة كمان عمل بيئة مهم جدا ومتعوب عليه وعم يتحضر له بشكل كتير كبير سيكون بأهمية باب الحارة إن لم يكن أفضل بكم درجة شكرا إليك شكرا إليك بحب ضيف إنه أنا بحبكم كتير بأد ما بتحبوني وأنا فعلا سعيد وكبرت كتير 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 قيمة وحتى عمرا بهذا اللقاء الجميل اللي تعيد فيه بهدول الناس وبتمنى نتواصل على طول الإيام القادمة طبعا طبعا إن شاء الله وإنتوا بخير شكرا للكون تحياتي تحياتي